أكو قضية يجب أن تقال ونتكاشف بها كشعب ترى أخوان شعبنا الكريم خواتنا أخواننا إجقد أكو مأساة ومأساة حقيقية حصلت في الغراق إجقد أكو هدر إجقد أكو بوك وإجقد أكو صارت ظواهر سياسية واجتماعية وأمنية شاذة ترى مو بس الطبقة السياسية مسؤولة عنها نحن من مكنهم نحن من علمهم نحن من أعادهم واليوم نفس السيناريو يتكرر والجماعة المجربون بلا قباحة يعودون هذا يريد يعيد دولة وذاك يريد يبني دولة وهذا يريد يسوي هيبة وذاك يريد يسوي كذا طيب أنت الآن هس لو تخاطب لك تحتي لك ويا ميت وواقف على قبرة وما أحد يسمعك هذا الخطاب هم عيب هم عيب يعني أنا أسمع برلماني يحتيها ثلاث دورات واسمع ريشان يحتيها دورتين وثلاثة واسمع وزير واسمع مشؤولين واسمع زعماء زيانتوا وين شنتوا كل هاي السنوات اللي أنا تبني دولة وستقرر وستتح وسننطلق وسنحقق وين شنتوا؟ هس أنا ما لي علاقة اللي لم تستحي افعل ما تشاء لكن أنا خاطب أهلي ليش تطيئذ لك تسمع له؟ يا أخي ليش تفتح لك بابه؟ نعم المرجعية تقول أنشارك بالانتخابات ولذلك أنا كنت أسأل المشاركة الواعية والمسؤولة بمعنى عندما تقرر أن تشارك في الانتخابات قبل أن تذهب إلى صندوق الاقتراع يجب أن تكون واعياً يجب أن تكون مدركاً يجب أن تكون مؤمناً النسين من الناس إذا ما أعطيته صوتك فسيكون واحد من أدوات التغيير وإلا تقول المرجعية إن لم تحقق بوعيك هذا وخيارك هذا فإن العملية السياسية ستذهب إلى الانسداد والانغلاق السياسي وكررت كلمة ولا تحين من دم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر